والغاز نحو التحول من مجمع خدمة إلى شركة قابضة بصيغة صناعية تقوم على تسعة وثلاثين فرعا في مختلف النشاطات ذات الصلة بالابتكار والإنتاج الصناعي التقوي المشروع يهدف إلى تحقيق الاستقلالية في مجال تصنيع جميع مكونات التجهيزات الكهربائية بحلول الفين وسبعة عشر بعد سنوات من التفريع وإعادة الهيكلة مجمع صنوالغاز ينطلق في أولى خطوات التحول إلى مجمع صناعية والبداية بإطلاق مصنع الصيف لتطوير عدادات وأجهزة القياس محليا وآخر لصناعة لوحات الطاقات المتجددة برويبة شرق العاصمة شرعنا في تنفيذ استراتيجية الإدماج بمجرد اتخاذ قرار تصنيع جميع مكونات سلسلة إنتاج الكهرباء بوسائل وطنية المرحلة الأولى تمت بإلزام التعامل الأمريكي على تركيب تجهيزات ثمانية محطات للكهرباء محليا وإنجاز مركب صناعي لإنتاج تيربونية الغاز والبخار بالجزائر على أن تليها مرحلة ثانية تركز على استحداث مؤسسة بالشركة لتصنيع جميع معدات المحطات الكهربائية وطنيا لكن في مواجهة هذا الطموح المدفوع بإرادة سياسية على أعلى مستوى بيروقراطية إدارية يخشى القائمون على صنو الغاز أن تنصف المشروع الجزائر ملزمة باتخاذ تدابير ضرورية لتطوير صناعة كهربائية حقيقية لرفع أي تهديد على ضمانة تزود بالطاقة وتغطية الطلب مع إقرار إجراءات مرافقة تتناسب مع هذه الطموحات الكبيرة تجاوزا للعراقلية البيروقراطية وثق الإجراءات منح صفقات وصعوبات تسيير ومن المنتظر أن تلي هذه الخطوات عدة مشاريع جديدة لتحويل ثاني أكبر كيان اقتصادي بالجزائر إلى قطب صناعي وفي الأفق إدماج صناعة تجهيزات محطات الكهرباء التقليدية التي تكلف الجزائر سنويا الملايير من الدولارات لغياب صناعة وطنية ترجمة نانسي قنقر